الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر سامرا سامرا ما لات الاغرافة تبعي سامرا آمين اللي بابا سامرا شو كنتي عم تعملي بابا كنت عم صلي عن جد عم تصلي إليلي مين غاسل لك دماغك ما فهمت بابا عم بسألك مين غاسل لك دماغك مين ما حدا أنا قررت هيك لما كنت بالمدرسة قرأت كتابه عجبني كتاب ديني باللغة الإنجليزية بيقول أنه كل مخلوق على الأرض بيعبد الله بطريقته الخاصة وهي العبادة هي اللي جابت الإنسجاب للكون بابا وأنا كان عندي رغبة أني صلي لكن هيك القصة عن جد إه هاي القصة حسيت بسلام وراحة العبادة هي أعظم سعادة يا ريت لو تعرف يا بابا كبرتك وربيتك لا تقولي لي هاد الحكي؟ بعدتك تدرسي بالمدرسة ولا لا تقري كتاب ديني ما عاد بدي يسمح الحكي عم تفهمي؟ بس بابا اللي أنا بي شو غلطت فهمني شو هو غلطي؟ ما بدي شوف اللي شفته اليوم فهمتي؟ انتبهي سمعي انت بتكوني بنتي أنا بنتي فهمتي؟ بس يا بابا إذا بتسمعني خلاصي ولا حرف انتبهي انتبهي سمرة ما غلطت كانت بس حابة تعيش بالطريقة اللي بيتناسبها بس أنا ما سمحت اللي وكنت عاملة دائما كأنها عم ترتكب غلط بس بالواقع أنا اللي غلطت بحقه وقفت ضد بنتي وما سمحت اللي تعيش بالطريقة اللي اختارتها كنت راقد وراء أحلامي وأوهامي مع أني كنت معرف حالي غلطان بس ما كنت اتراجع عن قراري وفوق كل هذا طولت كتير لحتى حسيت بالندم بابا أنسى لا عاد تفكر بالماضي هلأ بتتعب غامية متبالغة كتير انت ما غلطت لهي الدرجة الحق ما لا ما معي حق كنت نفكر حالي على حق بس لا أغلطت كتير بعرفك هذا خليل وهذا أخي فرزات أهلا وسهلا أهلين فيك شرف بعرفك إيلي شكرا خليل تشرفت بمعرفتك على فكرة خليل من زمان حابب يتعرف عليكم بس كمان رفيقي خليل كان حابب يتعرف على بابا يعطيك العافية يا أخي هلأ بابا رح يتفاجأ يلا أخي تعال يعطيك العافية بابا بعرفك على خليل هادر فيه أهلا وسهلا تفضل بابا تعرف شو؟ أنا ورفيقي خليل أخذنا قرار نحن حابين نسافر رح نشتغل بالمستشفيات اللي هنيك هاي فكرة خليل الدكتور قال منيح إذا من نسافر على أماكن صعب الروح عليها وأنا كمان وفقت ولهذا السبب بدنا نتزوج بأسرع وقت ممكن طبعا بعد ما نأخدم وفقتك أيوة هيك لكان بابا رح تسمح لي مو هيك؟ خلونا نتعرف بالأول بعد ما قرر العريس يجي على بيتنا ويتعرف علينا نحن كمان لازم نعرف مين هو بس بابا أنا خبرتك كل شي يعني ما بتوسق فيني؟ لا تدخلي سامرة خلينا نحكي رجال لرجال ايه ابني إيلي شو بيشتغل أبوك؟ أبي متوفي ايه وأمك؟ كمان أمي توفيت السنة الماضية ايه طيب يعني معقولي ابني ما ضل حدا من كبار عيلتكن؟ فيي إيلي قريبين بالضاعة كيف كفيت دراسة؟ طلع لي منحة دراسية وبالسانوية درست مجاني يعني هلا بفهم منك إنه راتبك على قده يعني أنت منتوف وبالنسبة لك سروت بنتي متل ورقت ليها نصيب ما؟ أنت اللي غسلت دماغ سامرة؟ عفوا ما فهمت صارت بنتي تصلي وجبرت لحتى تتحجب هاي أفكارك صح؟ بس بنتك هيك من أول ما تغرفت عليها أنا تحجبته عم صلي من قبل ما أشوفه بابا هاد كان قراري حبينا بعض أنا وخليله قررنا أنه نتزوج أنا ما عندي بنات أعطيه لنا أسفارة مومنتوب نلاجه ولا حتى مال بتنسى هالبيت وبتنسى بنتي تفضل أطلع من بيتي ولا تخليني يشوفوا الشك مرة تانية بابا بس لا عاد تنفسيني وقف خليل وقف بابا ارحمنا شوي نحنا مو ناس متهمين وقفين قدامك كقاضي أنا بكون بنتك وخليل بيكون خطيبي بابا لا تنسى أنت هلأ مانك بالمحكمة زواجنا نحنا منقرره ومو أنت نحنا طلبنا موفاتك احتراماً إلك رجاءاً أمتي؟ أنا كتير مصرة على قراري إذا الموضوع هيك بتنلعي أنت ويالا برات البيت ما بدي ياك إلى أنت ولا هو نلعوه خلينا نروح أمشي أنا متبري منك نلعي وخدي قراراتك عكيفك بنناقص منكن شاي جاهزي لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس